السلام عليكم. إذا كنت مرحبا بعملين ايه؟ معكم عبداللطيف سعي. طبعا انتم هنا مستقربين في مكان جديد. ولو تفتكروا ان قدتلكم قبل كده اني ممكن في الآمن اللي جاية دي سجل في أماكن مختلفة. فاتعود على الموضوع دي لحد ما ان شاء الله يعني يكون في مكان رسمي. بس برضو انكم هنعمل تغيير ونعمل ان يكون في مكان كل فترة ان نسجل فيه يعني مختلف. فهذا شيء كويس برضو للقناة. وليكم كمان. فعشان ما طاولش قوي في الموضوع وعشان ما اطلعش برا الموضوع. النهاردة ان شاء الله موضوعانا هيكون للناس اللي هم معهم اجهزة ضعيفة. لو انت معك جهاز ضعيف مثلا شغال على 32 بيت. او مثلا رامات اقل من 4 جيجا مثلا كمسال او رامات 2 جيجا او رامات 1 جيجا. طبعا الناس اللي هي عايزة تشتغل على الانترنت وعايزين يسجيلوا شاشة الكمبيوتر فيديو. بيبقى صعب عليهم نوعا ما انت مثلا تحمل البرنامج لان معظم البرامج يشتغل على 64 بيت. بجانب برضو في بعض البرامج زي كامتاز الستوديو بيشتغل على 32 بيت. بس للأسف بيعلق وساعات ما بيشتغلش. وساعات بيبقى بطيء جدا بالاستخدام مع الناس وبيقطع كمان لاني بيسحب من موارد الجهاز بشكل كبير جدا. فانا هقولك على طريقة انا كنت مستخدمها لأول ساعة ما كان عندي جهاز. انا برضو كان عندي جهاز ضايع نوعا ما كنت شغال على سيلورون راما 4 جيجا. واقل كمان كان القابل ده كمان كان اقل وكنت مستخدم الطريقة دي. على اساس ان انا كنت قادر ان انا اسجل وقدم شرحات على اليوتيوب. باختصار الشردية هيكون عبارة عن اضافات على جوج كروم. سستعرضها قدامكم. فيه اكتر من اضافة كمان مش اضافة واحدة لأكتر من اضافة. بس في منها اللي بيبقى مميزاته بعد الدهائق محدود مسلا لا يتعضل عشرة دهائق منه. مثلا اللي بيحط اللوجو على الفيديو او لوجو الاضافة على الفيديو. فيه منه المجاني بشكل كامل. حاول اشرح كل دار من الهاردة ان شاء الله في الفيديو. ممكن يكون طويل نوعا ما بس في النهاية هتطلع مستفادة. عشان ما طولش الموضوع مكتر من كده. نروح للشرح. تمام. نيجي دلوقتي للشرح واول اضافة هتكون اضافة لوم فيديو ريكوردنج. طبعا الاضافة دي مميزة جدا وجميلة جدا. فيها بعض الخيارات ان انت تقدر تسخدمها. في حاجات كتير مثلا ان انت تقدر تفتح الكام. تقدر مثلا ان انت تسجل وتحمل وتحفظ على كلاود الخاص بالسيرفر ده او الاضافة دي. اللي هي لام ريكورد. عموما عشان اوضح لك الدنيا كلها هتلاقي عندك طبعا كافة الرابط وكافة الاضافات دي. هتلاقي عندك في لينك الموضوع اللي في الوصفة تمام ان انت هتخش. هتلاقي كافة للينكات بجانب الموضوع لو انت حابت يعني برضو لو انت حابت تقرر الموضوع ومترجعش لفيديو يعني تمام. هنيجي هنا عندي على اضافة الى كروم وبعد كده دوس هنا عندي على اد. هنتظر بعض ثواني لحد دمائي تثبت. وطبعا بعد ما تثبت هروح جاي هنا بقى عندك هنا بحد بتيجي اختراط بيقول لك تقدر ان انت تدوس على على اساس ان انت تبدأ تسجل يعني. بس عموما هنبتدي هنا بالاضافة على طول عشان يبقى واضح للناس. في معلومة مهمة هو ساعة ما انت تيجي تحملها او ساعة ما انت تيجي تثبت الاضافة مش هتلاقي عندك ان هو اشتغل مش اكل دايريج. ممكن يعمل معاك لودين كتير. فالفكرة انت تعمل ايه تيجي مثلا تفتح اي صفحة تانية وتفصل جوجو كروم دي نفتح كمثال اي حاجة بعيدة عن جوجل. نيجي نفتح كريزي نت وبعد كده مثلا نيجي هنا اهو هندوس على الاضافة هلاقيها عندنا اشتغلت. فاي حاجة بعيدة عن جوجل هتشتغل معك تمام. طيب نيجي دلوقتي بقى نشرح الاضافة بشكل بسيط. زي ما انت شايف ان هنا عندك ظاهر ان في كاميرا تحت. طب ايه الكاميرا دي الكاميرا دي اللي هو مثلا لو انت عايز تفتح الويب كامب. طبعا هي ظهر عندك بعض الخيارات هنا لو انت عايز تدي للتطبيق ده الصلاحية ان هو يخش عندك على الكاميرا. بجانب برضو ان هو يخش عندك على المايكروفون. بس طبعا انا فاصل الكاميرا فقط المايكروفون هلو الشغل. اه بعد كده طبعا هنا اقدر ان انا اختار. هنا مثلا يعني هنا عندي بيقول لي سكرين زائد كام. لو انت مسا عايز تعمل سكرين شوت او تصور الشاشة مع الكاميرا او طبعا هنا تقدر ان انت تصغرها وتكبرها زي ما انت عايز لو انت عايز تفصلها خالص اتروح جاية انها عندك على كانسل وخلاص. لو انت عايز سكرين اولي لو انت عايز مسلا تظهر او تساجل الشاشة فقط. ولو انت عايز كام اولي اللي انت تظهر الكاميرا فقط. فعموما معظمنا بيحتاج. لا كاما سكرين لا سكرين اولي. شوف اللي رياحك من الاتنين دول. طبعا هنا عندك الاوديو مدام انت شايف عندك انه شغال بالشكل ده والصوت ان انا بتكلم منه بيتحرك. معنى كده انه الصوت شغال مفوش اي مشاكل. عندك هنا بيقول لك. لو انت عايز تصور ديسك توب كامل او فقط تاب. فعموما هنا تقدر انت تختار لو انت عايز تسجل تاب فقط. او تسجل الشاشة كاملة. فعموما انت اختار الشاشة كاملة. بعد كده ندوس هنا عندي على ستارت ريكوردنج. ساعة ما ندوس عندي على ستارت ريكوردنج انا هزر عندي بيقول لي هصور الشاشة. اقول له حاضر صور يا سيدي. اقول لي هنا تلاتة اتنين واحد ونبتدي ان احنا نصور. دلوقتي ساعة اما انا اجي اسجل. لو انت زلت تحت طلعت فوق بتاعها. لايه عندي انه بيصور عادي جدا. طب لو انا عايز افصل اروح الجاية هنا عندي على. بس الله علم بقى ده الليمت بتاعه عشر دايق ولا خمسة الله اعلم. بس تقريبا للاغلبية بقى عشرة. عشر دايق حد اقصى. فساعة ما ندوس على ستوب. طبعا يتحول معاك على الخدمة السحبية بتاعته. انه هو بيحفظ الفيديو هناك. تمام تقدر ان انت مسلا تبعته الحد. او تعمل سكرين للفيديو ده الحد. او تبعت اللينك للفيديو ده الحد. بدلا ما ترفعه على اليوتيوب وكلافه. او لو انت عايز تحمله عشان ترفعه على اليوتيوب. فهتروح جايق هنا هو دايس على داونلود. تيجي هنا عندك على داونلود هيتحمل معاك. اه برضو بعض الحاجات هنا كمي فيديو برضو. اللي مثلا الفيديوهات هنا تسجلتها على مدار الفترات دي كلها. وكل حاجة بتتسجل هنا. زي ما انت شايف لو انا جيت فتحت. هلا ايه فتح معايا. تمام. اهو نصور. دلوقتي ساعة ما انا اجي اسجل. لو انا اتزلت تحت طلعت فوق بتاعها. وزي ما انت شفت. اعدي سجل عادي جدا وسقط لها. تمام. دلوقتي خلصنا من الاضافة الاولى. نيجي للاضافة التانية. نيجي للاضافة التانية واللي هي تقريبا. اللي هي طبعا ده الموقع الرسمي بتاعها. بس طبعا زي ما قلت لك هتلاقي كافة اللينكات تحت في الوصف. او اللينك الموضوع اللي في الوصف. فطبعا هندوس دلوقتي على تثبيت. اه طبعا ده نفس الفكرة اللي هو حتى كمان بيقول لك هنا اني ده مش مجاني بالكامل يعني حتى انه انت جيت هنا اهو. هنا بيقول لك بعض المسلا بيقول لك فقط عشر دقايق. تمام? اللايت فقط عشر دقايق. وعندك هنا بيقول لك او اللي هي العلامة المائية. للأسف هتبقى موجودة في اللايت. تمام? يعني سبقا ما انت تيجي تسجل هيكون في علامة مائية. وحد اقصى بتسجل فقط عشر دقايق. ده ما انت شايف في الصورة. طيب تمام. نيجي هنا مسلا نفتح او ندوس على الاضافة على الاسس ان احنا نسجل. طبعا كالعادة بيقول لي عايز ان احنا نخش على جوجو. بعد كده طبعا بيقول لي الكاميرا دي ميكروفون. اقول له تمام. هقول له allow. ايه allow. وكده تمام كله شغال. نفصل ده. بعد كده نيجي بقى ان احنا نبتدي نسجل. طب لو احنا مسلا ندوسنا هناو عشان نبتدي نسجل هيظر عندنا بالشكل ده. نفس النظام اللي فات. هنا عندي الميكروفون هتلاقي شغال. تقدر هنا تختار الميكروفون كمان لو انت عندك اكتر من الميكروفون. تمام متوصل بالجهاز. عندك هنا الويب كام طبعا زي ما قلت لك انا قافله. فمش هيظهر عندي. او مش هيظهر بشكل عام. عندك هنا الويب كام اولي. وانا عندك تاب اولي. والديسك توب لو انت عايز تسجله بشكل كامل. طبعا هنا بقى الاعدادات التانية. نشوف الريزولوش ان انت عايز تسجل بيه. لو انت ما عايز تسجل بسبعمائة وعشرين. تقريبا الاغلبية بسجله بسبعمائة وعشرين. يعني الاغلبية مش محتاج انه يسجل اكتر من كده. عشان خطر النيت كمان في مصر. طبعا هنا عندك بيقولك الليمت ريكورد والفي بي اس. تقدر تسجل بستين في بي اس لو حبيت. وهي خلاف يعني من خيارات دي. تمام? نيجي نعمل ريكورد دلوقتي عشان نجرب. دلوقتي انا بسجل زي ما انتم شايفين. طبعا هتلاقي عندك ان فيها العلامة الحامرة فوق دي. لو انا جيت دوستسطوبش بيقول لي حجم الملف. تمام? هو طبعا ظهر عندك اللي هو العلامة المائية زي ما انا قلتلك. لو انت عايز تعمل داونلود تقدر تعمل داونلود. نيجي بقى للاضافة الاخيرة وطبعا هي مش الاخيرة الاخيرة في اضافات تانية. هتلاقي عندك في اللينك بس طبعا لما انا مش عايز اطول في الفيديو قوي. فهتلاقي عندك تحت في اللينك في كزا اضافة. حوالي خمس اضافات او ست اضافات تقدر ان انت تستخدمهم براحتك. بس انا قلتك سكر ثلاثة عشان وقت الفيديو. بس الاضافة دي بالنسبة لي هي الافضل. يعني انا بالنسبة لي انا كشخصي انا الصراحة بحب الاضافة دي جدا. واشتغلت عليها ومازلت بشتغل عليها في الوقت اللي بحتاجه. ويه ثم اسكيب ثم دلوقتي عندي ظهر البتاع ده تمام. طبعا الاضافة بجانب انها سريعة انها نظيفة كمان. تحس بنعومة في استخدامها وتحس ان هي حاجة محترمة يعني مش اي حاجة خلاص. انا اجي هنا عندي على سكرين طبعا نفس النظام زي ما قلت لك. بعدها طبعا لو انا عايز تقفل الكاميرا تقفلها عندك انا بيجيب لك لو حد شاف الفيديو بتاعك حد علق حد بتاع. هيجيب لك انه هو بس طبعا مش على اليوتيوب لا على السيرفر بتاعه نفسه. هتلاقي عندك هنا كافة الفيديو هاتي انا سجلتها قبل كده بص كم فيديو قبل كده سجلته. انا سجلت عنه قبل كده برضو هتلاقي عندك الاعدادات لو انت حبيت ان انت مسلا تضيف بعض الاعدادات تشوفها وشوف المناسب لك. نجي نعمل على طبعا تمام اروح دايش شير طيب نجي دلوقتي نعمل ستوب شير سكرين طبعا بيصور عندك اي حاجة سكان برمير او غيره. تمام نجي هنا عندي ستوب شير سكرين وعمل ستوب ظهر عندك ويسجل الفيديو زي ما انت شايف. هو فيه حاجة وحشة شوية وانه هو يعني ما بيتحش ليك التحميل بس بيديك كوالتي عالي وبرضو الاول او اول اضافة انا شرحتها برضو بتديك كوالتي عالي بس الاول بتديك خير التحميل دي ما بتدكش. بس الميزة في دي ان تقدر تسجل لحد ساعة كاملة. الاضافة دي فيها الميزة ان ان انت تقدر لحد يعني تسجل لحد ساعة كاملة. بس التانية تقريبا الاول عشر دقايق فده الميزة للفرق ما بين الاتنين. تقدر ان انت تعمل هنا كوبي لينك دي دي لصحابك او تقدر تبعاتك عن طريق الايميل او شير للشبكات الاجتماعية زي ما تحب. كمان تقدر تعمل شير على اليوتيوب يعني. اللي انت عايز تحمله لازم بقى يعني تكون عندك اضافة خارجية زي دي. على اساس ان انت تقدر تحمل يعني اضافة او برنامج انت انت تقدر تحمل الفيديو يعني. ودي للأسف يعني مشكلة بس في النهاية تقدر انت هتحمله تمام. بس ده كان الفيديو وده كان الاضافات زي ما اقولت لكم في اضافات كدير جدا هتلاقيوا ان انا زيبها لكم تحت في الوصف. تمام اللي هو لينك الموضوع هتلاقي عندكم الاضافات في الوصف. وفي النهاية لو حابب تنضمي لنا على جروب كريزينيت على الفيسبوك هتلاقي برضو اللينك تحت عندك في الوصف. تمام اللي الناس كلها تنضم معنا في جروب كريزينيت على اليوتيوب على الفيسبوك. تقدر ان انت مثلا عندك اي معلومة عندك مثلا اي سؤال او حاجة تسيبه في الجروب. يعني برضو منك نستفاد من المعلومة انت هتقدمها او بس برضو يعني انت مثلا محتاج مساعدة او حاجة سيب السؤال وان شاء الله هنقدر مساعدك على قد ما نقدر. تمام ده كان الفيديو شكرا جدا ليكم والسلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر